المتدفقون من نهر دجل ليسوا هم الشعراء وحدهم لكنه ماء ما بين النهرين يتدفق تاريخ حضارة خط في سماء العراق حروف السياسة والصناعة والأدب وماذا إذا اتكأ السياسي على أريكة في منزل شاعر بحجم شاعر العرب الأكبر حينها يكون السياسي بصارا بمستقبل بلاده مستمدا من إرث شاعر اختتم زمن العصر الجاهلي بقصيده الذي لا يموت ولم يكن الافتتاح لمنزل الشاعر العراقي العربي الملقب بشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري لم يكن عاديا أو على شكل تقليدي بل افتتحه رجل الحكومة الأول مصطفى الكاظمي ليس كرئيس وزراء فحسب إنما كصحفي وكاتب وقارئ للشعر والأدب والسياسة والقارئ للحروف يدرك قراءة المشهد وهنا دلالة ترمز إلى عمق المعنى حين خط الكاظم بقلمه بيتا انتقاه من رصيد ذاكرة القراءة للجواهري سينهض من صميم اليأس جيل مريد البأس جبار عنيد دلالة أدبية اللون سياسية العمق حد النخاع وتلك مقاربة توقيتها السياسي واضح لذوي العقول والبيت استكمال للنص الشعري الذي طرز الجواهري فيه بيتا من قصيدته فتيان الخليج يتمم المعنى عندما قال وباتت أرضنا كرة تنزى على الفرقاء تركن أو تميد واضحت ساحة الألعاب فيها كأقصر ما ترسمت الحدود من عبق رسالة البيت الشعري سياسيا مرر الكاظمي رسالته بلغة الأدب الرفيع لشاعر العرب للخروج من التخندق والفئوية إلى رحاب الوطنية التي تجمع العراقيين في بيت واحد عماده واحد وسقفه واحد وانتماؤه لعالم واحد ترجمة نانسي قنقر